اتكلم على الكرة القدم النسائية احنا عندنا تقريبا وانا يعني بقرأ في الاخبار الخاصة بكرة القدم النسائية عندنا وده احنا الرجالة ما عملوهوش عندنا 17 محترفة يا جماعة احنا عندنا 17 محترفة محترفة بتلعب كرة في الدوريات العالمية 17 محترفة فايه ازيد حضرتك بقى مش شاري بيت تاني يقولك ان احنا عندنا لعبة مصرية كانت بتلعب في برشلونة وده مفيش لعب اصلا ولد لعب في برشلونة قبل كده يعني هم مصريين خرجوا من مصر بالعبة ولا متجنسين هنا لا كلهم مصريات يعني بيكون مصريين يا ولدهم مثلا مصري الاصل والدتهم بتبقى جنسية اخرى على سبيل المثال صارة اسماعين لعبت في برشلونة قعدت 7 سنين في برشلونة وانتقلت في المركات الصيف اللي فاتت دراحة ساراكوستا الاسباني ولدها مصري من اصل مصري والدتها فرنسية ممكن كمان صارة اسماعين رفضت تمثيل منتخب اسبانيا ومثرت منتخب مصر في اكتوبر الماضي ولعبت مع منتخب مصر متشين قدام الاردن ظهرت بمستوى كويس ثم لعبت مع منتخب مصر مباراتين تانيين في فبراير وظهرت بمستوى لعبت للنظر وجابت جنين ممكن ده نادرة لما بشوف ده لعيب انه هو يرفض انه هو يلعب بره ويجي يمثل مصر ممكن كمان كان كنت اتكلمت مع صارة لما جات مصر هنا وقلت لها الزملاء في الكنترول بيفكرون يعني بيقولون يعني ما تجيش على الرجالة قوي عشان عندنا كابتن عالي زين يعني لعب برشلونة طبعا كابتن عالي زين معروف انا بتكلم على مستوى الرجال او كرة القدم الرجال يمكن صارة دي الوحيدة المصرية او العربية تحديدا اللي مسلت العرب في برشلونة وظهرت معهم بمستوى كويس جدا هارجع زي ما قلت حضرتك اتكلمت معها لما مسلت منتخب مصر فسألتها قلت لها ليه انت اختارت ده قالت لي انا دايما باجي مصر هنا وشايفة اني محتاجة امثل بلدي في اكبر المحافل الدولية ونفسي اوصل بمصر لمكانة كبيرة جدا يعني كرة القدم النسائية يعني وضعها ايه افريقيا على الال كرة القدم افريقيا حاليا متطورة جدا هقولك مصريا يمكن كرة القدم النسائية بدأت في مصر سنة 98 ومعلومة كتير جدا ما اعرفهاش ان عندنا في مصر المنتخب بدأ قبل الدوري يعني احنا 98 عملنا منتخب ومصر 2000 عملنا الدوري ده سفقية حتة 98 عملنا منتخب عملنا منتخب مصر روحنا لعبنا به طب بلان على سيسي بقى ما انا هقول لحضرتك كرة القدم في البداية كانت المجتمع غير متقبل لعبة دي يقولوني البنات تشبهنة بالذكور او شابه الولاد فكانوا شبهنة يحنن البنات بتلعب كل اللعب ما نعم تحديداً الله تحديداً قنات في الفترة ده الفترة دي تحديداً كانت كده ابتدت منين كرة القدم النسائية ابتدت من المدارس ومن الجامعات كان وقتها كان محمد سعد السياجي كان رئيس الاتحاد المصر قدم في الفترة دي وابتدى يقول هنعمل منتخب كرة نسائية وطلع قرار مجلس ادارة وقتها في سنة 98 وانتخب مصر بدأ ولعب وقتها في كاس أم أفريكا في نيجيريا ممكن ما فوزناش في أي مواتش وقتها ولكن سجلنا هدف كانت كابتن وصام عثمان مدربة نادي وادة ديجلة حاليا هي اللي سجلته العموم في الكرة النسائية إن شاء الله جماعة حاتم موسوعة في كرة القدم النسائية تفضل كلمة 98 وبعد كده لما رجعت من البطولة كانت ابتدت بقى المدارس والجامعات والمدارس المختلفة تهتم أكتر بكرة القدم النسائية فضلنا على هذه الوطيرة لحد سنة 2005 دينا بقى في سنة 2005 عايزين بقى نعمل كرة النسائية فكان اتحاد الكرة بيعمل إيه؟ بياخد معظم اللاعبات أو أفضل اللاعبات الموجودين عنده يروح بيهم مثلا المدن السحلية أبرزهم مثلا كان محافظة بورسعيد في الوقت ده تحديدا في المحافظة مثلا في افتتاح مشروع نعمل مباراة خمسية نعمل مباراة تعرضية الناس تتفرج عليها ابتدت من هنا قرة القدم تبقى محط اهتمام تحدي الكرة نحن نعمل كرة نسائية ونعمل منتخب كويس ابتدنا نمشي بده كويس ابتدنا بقى الحاد سنة 2009 ابتدنا بقى يبقى عندنا قوام منتخب في منتخب أول كان وقتها يعني تولى المنتخب ده يمكن رموز ونجوم أبرزهم مثلا كان كابتن تامر عبد الحميد نجم الزمالك وكان كابتن محمد مصطفى نجم الزمالك وقبلهم كان كابتن محمد سعد نجم الأهلي لكن جرمه كانوا مدراء فنيين اه طبعا كانوا مديرين فنيين وكان قبلهم كان فيه كمان كابتن فاروق جعفر كان مستشار فني للكرة نسائية لما كان متواجد في اتحاد الكرة ابتدنا على هذه الوطيرة من 2010 ابتدنا بقى نشوف عندنا بقى دوري تعمل دوري ممتاز وقتها وابتدنا لحد 2010-2015 عندنا دوري ممتاز فقط ما عندناش دوريات تانية وكان وقتها بلعب في الدوري ثمن أندية الفترة الأخيرة يمكن وقلت قبل كده ده مع الزميل كريم رمز هنا ان كرة قدم النسائية بتعود لعصرين ما قبل حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي وما بعد حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي فخامة الرئيس لما تحدث وقال انه لازم يكون عندي منتخب الكرة النسائية من وقتها اهتم اتحاد الكرة اهتمام على ما قبل ابتدنا نشوف ان عندنا دوري ممتاز دوري درجة تانية دوري درجة تالتة وكانش عندنا منتخبات قبل كده غير منتخب اول بلوقت دلوقتي عندنا منتخب اول منتخب 20 سنة منتخب تحت 17 سنة اتحاد الكرة بصدت كمان اطلق منتخب مصر كرة قدم الشاطئية ومنتخب مصر لكرة قدم للصلاة طيب عشان بس قبل ما ننتقل لزميلنا سيد علي وضع كرة القدم النسائية افريقيا يعني مصر وضعها فين من الترتيب بتاعها فين افريقيا وعالميا مصر في التصنيف بتحتل المركز 90 في التصنيف الدم بالنسبة لي التصنيف في المنتخبات المصر تأتي في المرتبة التانية يعني في التصنيف افريقيا التصنيف الاول افريقيا نيجيريا والسنغالو وتنزانيا التصنيف العربي الجزائر وتونس والمغاية في التصنيف الثاني يعني هلسا عايزين شغل على كرة القادمة النسائية عشان تبقى من 2016 إلى 2020 احنا برا التصنيف رجعنا التصنيف الدولي 2016 إلى 2020 رجعنا التصنيف في مركز المي ابتدينا الفترة دي من خلال تنة سنين بالزبط بقنا المركز الـ 90 بقنا ازاي في مركز الـ 90 احنا بنلعب وديات لازم بنلعب وديات في فترة التوقف الدولي او ايام الفيفا دي عشان تتحسب ولابد ان انت تلعب ست ماتشوات في فترات توقف الدولي اللي هم ثلاث فترات فيفا دي منتخب مصر بينتظر الفترة اللي جاء منتخب مصر بعد ثلاثة ايام ان شاء الله هيكون قرعة امم افريقيا المؤهلة إلى كان 2024 المقرر قامتها ان شاء الله في المغرب في شهر مايو في 2024 هالمنتظر ايه منتخب مصر في التصنيف التاني من المنتظر ان هو يلعب منتخبات التصنيف التالت يمكن يعني لسوق حظنا النسخة اللي فاتت كان عشرين تلاتة وعشرين كنا لعبنا منتخب تونس اللي هو المصنف الاول ولم يحلفنا الحظ يعني اللي قدر الله وخسرنا المباراتين فما صعدناش كان لكن ان شاء الله بنأمل في التصفيات اللي جاية نحن